The zoo حديقة الحيوانات حديقة الحيوانات مبارح رحت أنا ورفقاتي ع حديقة الحيوانات أول شي كنا كتير خايفين لأنه سمعنا صوت الأسد بس رجعنا شجعنا بعض وفتنا وبلشنا نبروم بالحديقة شفنا حيوانات كتير خطيرة مثل الأسد والنمر والذئب وكمان شفنا حيوانات أليفة مثل القطة والكلب وكان في حيوانات كتير مهضومة مثل السنجاب وأكيد ما رح انسى خبركم عن العصافير الملونة اللي كان صوتهم بجنن والمتى رجعنا على البيت وكنا كتير مبسوطين مبارح رحت أنا ورفقاتي ع حديقة الحيوانات أول شي كنا كتير خايفين لأنه سمعنا صوت الأسد بس رجعنا شجعنا بعض وفتنا وبلشنا نبروم بالحديقة شفنا حيوانات كتير خطيرة مثل الأسد والنمر والذئب وكمان شفنا حيوانات أليفة مثل القطة والكلب وكان في حيوانات كتير مهضومة مثل السنجاب وأكيد ما رح انسى خبركم عن العصافير الملونة اللي كان صوتهم بجنن والمسا رجعنا على البيت وكنا كتير مبسوطين أول شي كنا كتير خايفين لأنه سمعنا صوت الأسد أول شي كنا كتير خايفين لأنه سمعنا صوت الأسد أول شي كنا كتير خايفين لأنه سمعنا صوت الأسد بس رجعنا شجعنا بعض وفتنا وبلشنا نبروم بالحديقة بس رجعنا شجعنا بعض وفتنا وبلشنا نبروم بالحديقة بس رجعنا شجعنا بعض وفتنا وبلشنا نبروم بالحديقة شفنا حيوانات كتير خطيرة مثل الأسد والنمر والذئب شفنا حيوانات كتير خطيرة مثل الأسد والنمر والذئب شفنا حيوانات كتير خطيرة مثل الأسد والنمر والذئب وكمان شفنا حيوانات أليفة مثل القطة والكلب وكمان شفنا حيوانات أليفة مثل القطة والكلب وكمان شفنا حيوانات أليفة مثل القطة والكلب وكان في حيوانات كتير مهضومة مثل السنجاب وكان في حيوانات كتير مهضومة مثل السنجاب وكان في حيوانات كتير مهضومة مثل السنجاب وأكيد ما رح أنثى خبركم عن العصافير الملونة اللي كان صوت بجنن وأكيد ما رح أنثى خبركم عن العصافير الملونة اللي كان صوت بجنن وأكيد ما رح أنثى خبركم عن العصافير الملونة وكان صوت بجنن مبارح رحت أنا ورفقاتي ع حديقة الحيوانات أول شي كنا كتير خايفين لأنه سمعنا صوت الأسد بس رجعنا شجعنا بعض وفتنا وبلشنا نبرم بالحديقة شفنا حيوانات كتير خطيرة مثل الأسد والنمر والذئب وكمان شفنا حيوانات أليفة مثل القطة والكلب وكان في حيوانات كتير مهضومة مثل السنجاب وأكيد ما رح أنثى خبركم عن العصافير الملونة اللي كان صوت بجنن والمساء رجعنا على البيت وكنا كتير مبسوطين ترجمة نانسي قنقر